استاذ محمد يتفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. انا كنت بكلم حضرتك بخصوص موضوع التعدد الحراكة تكلم كفية من شوية. هو انا كنت زوج الحقيقة جوزت من خمس سنين. حصل مشاكل نفسية كبيرة جدا مع الزوجة. انا من النوع اللي انا عايز البيت الواحد والحضرت كنت بتتكلم فيه جدا وكنت هو ده راجل مخلص والدنيا جزايا جميلة جدا. المهم امور نفسية شديدة تعرضت لها من عساءة ومن من من حاجات كتيرة جدا. كسرت بخطف كتير في حاجات امور كتيرة جدا. المهم وصل امور للطلاق الاول. هو انت حساس يا استاذ محمد? افندم? انت شخص حساس? اه. شفت ازاي? مزبوط. فحنا دلوقت الحاجات اللي اتعرضنا لها من المخاطر ومن كل الحاجات دي فيها سنة حساسية. مزبوط. هي تقدر تتعامل مع شخص بيدق في الكلمة بيدق في النظرة بيدق في كذا. انا مش بقول ان انت بتقف على الوحدة. بس انت طبعك كده. مزبوطة مزبوطة شيخ. المشكلة كمان ان هي ان هي شخصية مستقلة بقى. شخصية مستقلة يعني. هي شخصية عملية يعني هي شخصية عملية. هي بنسميها عملية بس هي شخصية مستقلة تقدر تاخد القرار وتقدر تنفذ تقدر كذا. وهي وماشى في الطريق ممكن تخبط. تماما. فهايعمل ايه دوت? يعمل الاتهابات. الاتهابات كتيرة. فاحنا لو ما دخلناش بمراهم بقى الكلام الحلو والامتنان. الالتهاب دوت هيعمل جروح ويمكن يعمل حاجات زي اللي حضرتك عتحكي لي عليها دلوقتي. تفضل. اه الامور وصلت بي ان انا طلقتها للمرة الاولى بالنسبة لعشان خطر الامور اللي حصلت دي. مم. وارتبطت بشخص تاني اه لاني كنت محتاجة تعود. وهي مازالت على زمتك. لا 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 انا طلقتها طلق اولا وبعد كده. طيب. فجوزت حد تاني. لا لا ارتبطت ارتبط خطوبة. مم. مع حد وكده وكنت اه كان في معايا طفل واحد الاول وبعد كده حصل قعدت فترة كبيرة بس طبعا الابني اتعرض لمشاكل نفسية كبيرة جدا. فاضطرت ان انا اسيب اللي انا خطبتها ورجعت الام للطفل وبعد كده لما رجعت حصل برضو يعني عدم راحة نفسية شديدة برضو حسيت ان انا جيت على نفسي كتير وربنا رزقني بتفل تاني منها. واتعرضت برضو يعني مشاكل كتيرة برضو من جوايا انا المرة التانية دي كانت من جوايا. المهم وصل الامر ان انا طلقتها غيابي تاني مرة. لان حسيت ان انا بأزي نفسي انا شخصيا انا شخص اتأزيت. حسيت ان انا مش قادر ان انا اتواصل واحس بالامان الكافي ده. المهم وصلت الامر ان انا تفاهمت مع موضوع الجواز التاني لان انا 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 عايز. يعني هي ردي رديت ان يبقى في حد تاني يكمل اللي هي. لان لقيت كلام حضرتك بيقول على موضوع التعدد ده هو انا معايز الانفراد وانا اصلا حابب ده من البداية. لكن وصلت الازاءات كتيرة جدا نفسية. طيب. وصلتني للامر. انا عايز نصيحة لو توكلت على الله في الزواج الاخر وان انا ابني البيتين وانا راجل قادر على الانصاف المادي طبعا الموضوع ده مش انا بس عايز احافظ على اقوم البيت اللي تهد وعايز اقيم بيت تاني حتى لو اي حد محتاج طبعا انا اقدر هو مفيش حد في حياتي فكرة ان انا محتاج التعويض العاطفي في جانب. اكلم حضرتك اجاوبك يا استاذ محمد. استاذ محمد انت وزوكتك تعالونا على مركز الاشاعة الزواجي. انت هذه اللحظة المثالية للزهاب الى الخبير. ادي اول حاجة. الحاجة التانية. ارجوك ما تاخدش قرار ان انت تروح تتجاوز بالوقتي. خالص. انت رايح تتجاوز بدافع. بدافع ايه? بدافع التعويض. وهو ده اعتراف راقي منك جدا. انا شاكر لحضرتك يا استاذ محمد ان انت عارف نفسك. لكن اللي انت هتعمله. انا اقع في الفخ اللي انا بقولك عليه. اللي احنا اتكلمنا في الحلقة كلها عنه. فانا بقول لك لأ ما تعملش كده. هتلاقي كل الرجالة. تقول لك ايه? طب انت هتعمل ايه? انت تعبت وتمرمطت وتقزيت. انا هقول لك حاجة. هي المشكلة في الحقيقة. مشكلة تواصلية بينك ومن زوجتك. ففي حدك اللازم يعمل لكم. انتو الاتنين نموذجين محتاجين تأهيل. هي لان هي شخص زي ما بتقول شخص عملي. بيبقى شخص دايما عنده احنا ما يهمناش كتير بقى ان احنا نبقى مع بعض وحنية ولطف وجمال وطبطبة وامتنان ويه? الحاجات اللطيفة دي كلها هي متهتمش بده. انا عايز اتجوز اخلف. نبقى نبني البيت. نشوف ايه اللي ورانا. احنا مش فاضيين. عايزين ننام عشان الشغل. ما تقعدش بقى تقول لي انا وعد عشان نتكلم. نتكلم ايه? انت يا عم بتتكلم ست ساعات. انا مش فاضيالك. انا وراي شغل. ده بيخلش الزوج يحس بان هو مش لاقي نفسه. وخاصة لو كان هو عنده نيد عنده احتياج. وعنده حاجة كي يا جمال من التنشئة. ان هو كان محتاج زوجة ام. زوجة تحتويه. طيب نعمل ايه بقى? يجي بقى ونتكلم مع بعض. يبقى نصحت لحضرتك. لأ اجل حكاية الزواج التاني ده. الزواج الاخر ده. وتعالى نشوف وان نعمل ايه مع بعض. فده هو نصحت حضرتك أستاذ محمد. نعم.